كهذه الجبال يقف هؤلاء الجنود مرابطين في معارك النفس الطويل وعلى وقع المدافع واشتعالها مضى عامان لم تتغير فيها قناعاتكم في الدفاع عن الجمهورية والدولة وضرورة استعادتكما من قضة الميليشيا بيد أن حاجتكم لراثب زكيد يعول أسرهم الفقيرة وكل ما يتملونه اليوم بعد انقطاع مرتباتكم منذ أشهر لن نبرح هذه المواقع ولن نتخلى عن هدفنا الذي جئنا من أجله والذي نصب إليه أما دولتنا ومسؤولنا فنحن نقولهم نحن أمان في أعناقكم وكلكم راع وكلكم مسؤولين عن رعيته فنرجو أن توفوا بعودكم وعهودكم لأبناءكم أبناء القوات المسلحة الذين يدفعون الضريبة عنكم وعن كل يمن في هذه المتارس إنك الحاجة التي لا تتبدل معها خيارات استعادة الدولة يقولون ذلك ويطالبون حكومة الشرعية الوفاء بوعودها الكثيرة بصرف المرتبات التي يشكل غيابها عبءا إضافيا على نفسيتهم كمحاربين إذ من الصعب رؤية أسركم وأطفالهم يتذور نجوعا في مسرح الحرب ويومياتها القاسية نطالب في معاشاتنا لعيالنا ومالجبهات لن نتخلى عنها أبدا حتى آخر قطرة من دمائنا بين خطري قياب المرتبات وجائحة الميليشيا تتوزع المعارك المصيرية التي يخوضها أفراد الجيش الوطني في محافظة الجوف وكغيرهم من الجنود في المناطق العسكرية الأخرى تمضي أيامهم على أمل توفير الخبز وتحقيق النصر تستمر الحرب ومعها تتضاعف معاناة العسكريين باعتبارهم الأكثر ضررا في زمن الصرع إذ يقدمون أرواحهم في سبيل استعادة الدولة ويزيد عليه مرتباتهم المنقطعة منذ أشهر عند هذه التباب كثيرة هي المعارك التي يخوضها أبطال الجيش الوطني ضد الميليشيا تختلف طبيعتها وتسميتها لكن معركة انقطاع مرتباتهم هي الأكثر خيبة ووجع علي الجرادي قناة بلقيس الجوف